محمود صابر بدأ أساسياً ومحمد النني في وسطيهم محمود صابر كان ضيع انفراد في الشوت الأولاني في الدية 31 من عرضية أسامة فيصل وحطنا أيدنا على قلبنا وقلنا هل هتتكرر؟ اتكررت في الشوت الثاني بعد ما إبراهيم عادل ضغط على المدافعين ورح وقف عليها ولعب الهد على طريق ماردونة كده وهو صغير كده في وسط عمالقة وبيلتحم وبيدي الكرة لأسامة فيصل اللي قلنا له بصل زيزو ناحية اليمينة هزايد بس هو شاط وضاعت مش مشكلة بس كانت فرصة برضو من اللي حطنا قلبنا عليها إبراهيم عادل هنتكلم عنه زيزو ناحية اليمين وأسامة فيصل ناحية الهجوم المهاجم الصريح وعند الثلاثة دول ورابعهم هقف شوي هبدأ بزيزو أو كما أطلق عليه ميكالي زي ما قلنا لكم يوم الثلاثة اللي فات نيمار منتخب مصر الأولمبي نيمار ليه؟ لأنه ميكالي اللي خدت ذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو مع البرازيل كان نجمه الأول على المستوى الهجومي هو نيمار وطوك بالميدالية قال لزيزو أنت نيمار بالنسبة لي زيزو مش بس على مستوى المية و 11 ديال اللي لعبهم من بارح أنت بتتكلم على فكرة أنك لما تحتاج أنك تكسف وتحتاج أنك تديله الحرية علشان يبقى بيحرك معاك الفريق كان موجودا وانت عارف في نفس الوقت أن الكرة اللي دخل ميسي قطعها بالهد عشان توصل للنني وزيزو بيتحرك عشان ياخد زاوية بتتلعب له وهو مديها ظهره فبيلف ويقول صعب أن أنا لعبها بيميني طب ما خش الجوة بما أنه عندي مساحة ولعب بشمالي فتعدي اتنين وتروح للتالت إبراهيم عادل الحقيقة يعني هي دي الفنيات اللي بتميز زيزو واللي بتخلينا سنة ورا سنة ورا سنة بنقول عليه أنه الأفضل في الكرة المصرية لأنه الأفضل مش بس بيكون بأرقام موسم بل بيكون باستمرارية تتحقق هتقول لي ضربات جزاء تمام أنك تعرف برضو تواصل تسجيل ضربات الجزاء على فكرة بنفس الدقة لكن أنك كمان تبقى بتأسسته وبتسجل بأنك تبقى كمان تعرف تشد معاك الفريق وده ظهر من بعد مباراة الدوميني كان في التالت ماتشات اللي لعبناهم بعد كده مع زيزو الحقيقة يعني برافو يا زيزو حاجة ترفع الراس وتفرح اللي بيعمله زيزو طيب هحكي لكم حاجتين عن زيزو قبل ما نسيب زيزو خرج زيزو في الآخر مصابا الحاجة الأولانية سلامات يا زيزو هل زيزو سيلحق بمواجهة يوم الاثنين رؤيتي أنا ومعلومتي أنا أنه الإصابة تقيلة شوية يعني صعب أنه يبقى فيها تعافي لحد يوم الاثنين ولكن وحط تحته ولكن دي خطوط كتيرة جدا وهي فكرة حماس ورغبة اللاعب اللاعب رافض تماما فكرة أنه يستسلم لأن الإصابة قوية وبيمن النفس وبيؤكد وبيستشفي استشفاءا بيسعى من خلاله أن يكون متاحا في مباراة فرنسا وما أدراك ما أهمية مباراة فرنسا اللي فات كوم وماتش فرنسا دا كوم تاني فزيزو بيسابق الزمن برفقة الجهاز الطبي أنه يعرف يلحق المباراة برغبة وفي نفس الوقت بمحاولة استشفاء دي أول نقطة تاني نقطة طبيعي جدا مع حالات التقلق الناس بتطرح التساؤل الجديد اللاعب اللي عقده بيخلص بنهاية السنة اللي جاية إيه موقفه مع فريقه الحالي الزمارك؟ عقده بيخلص الموسم اللي جاي مظبوط مصدر في نادي الزمارك لما سألناه عن موقف التجديد لزيزو قال لنا أنه فور عودة أحمد سيد زيزو برفقة المنتخب الأولمبي إلى القاهرة سيحدث اجتماع ما بين إدارة الزمارك وزيزو وممثلي ممثلي دول اللي هم أقصد بيه والده الكابتن زيزو المصطفى علشان يتكلموا معاه في فكرة التجديد فكرة التجديد دي قائمة على شوية حاجات ما يطلبه اللاعب والعروض المتوقع أن تصل وفكرة أن اللاعب في يناير اللي جاي هيكون من حقه أن يتفاوض مع أي نادي آخر وبالتالي الزمارك واللعب هيحاول يوصلوا لأحسن حل زي ما قال اللاعب يرضي الزمارك اللي هو لو أنا معروض عليها حاجة كتير قوي وصعب أن الزمارك يحققها فمثلا بيعه ممكن يبقى خيار عشان يستفيد الزمارك ماديا في أصوات داخل الزمارك بدأت تنادي بأنه ما فيش مشكلة لو زيزو يمشي بشرط أن يجي عرض يناسب اللاعب ويرضي طموحات الزمارك المادية فيحل أزماته المالية ده معلن وفي أصوات تانية بتقولك لأ نوفر كل ما نستطيع من أجل استمرار أحمد زيزو مع الفريق في الموسم اللي جاي إنه تعايز تبني فريق على اللي موجودين مش تمشي لعيبة لكنها أولويات زي ما بتقول إدارة الزمارك دايما فالجلسة اللي جاية دي هي المهمة وهي عاجلة بالمناسبة لأنها فيش وقت طويل في التفاوض ترجمة نانسي قنقر